حكم القضاء العراقي بالإعدام شنقاً على شاب فجر منزل عمته التي رفضت تزويجه ابنتها مستخدماً عبوة ناسفة زرعها في غرفة شقيق الفتاة ما أدى إلى وفاته وتحوله إلى أشلاء وذكرت صحيفة القضاء أن المتهم تقدم لخطبة ابنة عمته أكثر من مرة إلا أنه جوبها بالرفض لعدم توافق التحصيل العلمي بين الطرفين حيث أنه لم يحصل على أي شهادة دراسية بينما كانت الفتاة تحمل شهادة الماجستير مبينة أن المتهم اتصل بجهاز الموبايل المربوط بألعاب والناسفة ما أدى إلى انفجارها ومقتل شقيق الفتاة